قال وزير الخارجية سامح شكري إن قيم بعض الأطراف بغض البصر عن تناول معاناة الفلسطينيين خلال اكتماعات مجلس حقوق الإنسان هو أمر مشين وأوضح شكري خلال مشاركته في الحدث رفيع المستوى حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بجناف أوضح أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية هو نتاج لسياسات وممارسات الاعتلال الإسرائيلي لنحو 75 عاما مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية في غزة مخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كما حذر شكري من عواقب أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح مؤكدا لالتزام الراسخة لدى مصر بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدة الإنسانية بصورة كاملة وكافية ترجمة نانسي قنقر